أسعار برصة الدواجن اليوم الاثنين تمانية وعشرين اتناشر الفين وعشرين أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع الوطن في تصريحات خاصة للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة السر والداجنة بالغرفة التجارية لجريدة الوطن أن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق المحلية استراوح سعر البيع المعلن بالمزارع من 19 ل 20 جنيه ليصل المستهلك بالسعر يتراوح ل 23 جنيه و 24 جنيه للكيلو حسب كل منطقة كما استقر سعر البيض الأبيض عند سعر 30 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك بالسعر 35 جنيه مشير إلى أن السعر العادر لسعر الدجاجة بالمسرعة 22 أو 23 جنيه كما أضاف السيد أن الكاتكوت تراوح سعره من 3 إلى 5 جنيه كما يتراوح سعر الدواجن البلدي من 23 إلى 24 جنيه ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 27 إلى 28 جنيه كما يتراوح سعر الجملة للبط الأبيض من 26 إلى 27 جنيه ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 30 إلى 32 جنيه بينما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي من 35 إلى 36 جنيه ليصل إلى المستهلك معبى بسعر يتراوح من 45 إلى 46 جنيه وعن أسعار الرومي قال رئيس شعب الدواجن بالغرفة التجارية إن سعره يبدأ من 42 جنيه وحتى 48 جنيه إذ يصل للمستهلك مسبوح ومعبى ومكيس أما عن توقعات برصة الدواجن خلال الفترة المقبلة فحول توقعات شعبة السروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة قال الدكتور عبد العزيز إنه من الصعب توقع ما سيأتي خلال برصة الدواجن خاصة في زل تراجع المؤشرات العالمية للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا إذ أعجبك الفيديو عزيز المتابعة يمكنك الآن الاشتراك في القناة والضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك